أحبة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم أجمل تحية وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج موصليات هذه الحلقة سوف تكون عن واحد من الفنانين الفوتورافيين الرواد إنه المرحوم الأستاذ مراد الداوستاني هذا الفنان الفوتورافي الموصلي العالمي العراقي الرائد كان من رواد التصوير الفوتورافي الأوائل في العراق وفي العالم ملأ الدنيا وشغل الناس بما التقطته عدسته من لحظات ضاجة بالفن والإبداع ولد مراد الداوستاني سنة 1917 وابتدأ رحلته مع الفوتوراف سنة 1935 وكان عدد من أقربائه ومنهم خاله المصور الفوتورافي المعروف آقوب يعملون في التصوير في وقت لم تكن فيه وسائل الاتصال كما هي عليه الآن كما لم تكن أيضا آلات التصوير بدقة وتطور آلات التصوير في يومنا هذا لكنه بجهده وجده واجتهاده واعتماده على نفسه أقام له مجدا في عالم الفوتوراف ومما يؤكد ذلك أنه شارك في أكثر من تسعين معرضا داخل وخارج العراق خلال حياته شارك في معارض دولية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ألمانيا وفي الصين وفي البرازيل وفي تركيا وكثير من دول العالم كان في كل معرض دولي يشارك به يجلب الانتباه كان في صوره الفوتورافية يصور حركة الناس وأوضاعهم ووجودهم ووجوههم وانفعالاتهم وحركاتهم لكسب العيش كان من أبرز الحركات التي يركز عليها في صوره الفوتورافية حركة أرجل الخيل وهي تمر في الشارع وتجر العربة وحركة يد الصياد وهي تلقي بالشباك في النهر لصيد الأسماق كل هذه اللقطات كانت تثير دهشة وانتباه من يراها ألف عنه الصديق الدكتور نجمان ياسين كتابا جميلا بعنوان مراد الداغستاني جدل الإنسان والطبيعة قال عنه الدكتور نجمان ياسين في كتابه مراد الداغستاني جدل الإنسان والطبيعة أن اللقطات التي يسجلها مراد الداغستاني لها سمى إبداعية أكثر من السمى التسجيلية حيث تقترب اللوحة بما تضم من هاجس سحري داخلي وتوهج مرهف من الإبداع والإبداع الشديد كان أي واحد منا يمر من أمام الاستوديو الخاص به والذي كان يقع في مدخل شارع الدواسة من جهة شارع حلب وبناية محافظة نينوى لا يستطيع إلا أن يقف مبهورا أمام الكثير من صوره الفوتوغرافية ولازلنا نتذكر صورة تلك الإمرأة التي لها وجه نصفه عظام وعظام الوجه وعظام الفكين تظهر وإلى جانب ذلك قطع نقدية كان يريد أن يقول أن المال زائل وأن الحياة ليست بالضرورة أن يكون هدفها المال كان مراد الداغستاني كنا نحمل عنه الكثير من القصص الكثيرة وكيف كان يذهب في الفجر إلى حافة نهر دجلة ليقتنص لقطة أو ليستعد لكي يقتنص أحد اللحظات الدقيقة وخاصة عندما يرمي الصيادون شباكهم لصيد الأسماك كان لمراد الداغستاني علاقة وثيقة بينه وبين الموصل الموصل بتركيبتها الداخلية بأسواقها وخاناتها وخيصرياتها وأسواقها كان فنانا في التقاط صوره بالأسود والأبيض مما كان يعطي تلك الصور جذرا عميقا لا يزال هذا الجذر متوقدا وموجودا في ذاكرة الموصليين الذين يتباهون بأن مراد الداغستاني كان مصورا عالميا كنت دائما أتحدث عن الفنان الكبير المصور الفوتوغرافي مراد الداغستاني مع الصديق الأستاذ نور الدين أحسين وهو أيضا أحد المصورين الفوتوغرافيين البارعين كان يقول لي أن مراد كان يحب الموصل لا بل يعشقها كان يحب الناس كان يتباسط مع الناس ولن أنسى صورته التي التقطها له الأستاذ نور الدين أحسين في أول مهرجان من مهرجانات الربيع وهو يحبل كاميرته ويتجول ليلتقط هذه اللقطة ويقتنص تلك اللقطة الأخرى كانت للفنان الفوتوغرافي الكبير مراد الداغستاني وتجدون بعض صوره مع هذا الكلام وهي كثيرة كانت له فلسفة في التصوير الفوتوغرافي كما يقول أحد الذين كتبوا عنه وهو الأستاذ عبد ذيب نامق عبد ذيب هذا الفنان الكبير كما كان يقول هذا الكاتب كانت صوره تتشكل من مجموعة من العلاقات المتناغمة من الضوء والظل من الغياب ومن الحضور حيث تخرج الصورة من عدسته وكأنها قطعة موسيقية أو حدث درامي تنبض به اللحظة الفوتوغرافية وهي تنتقل بين ثنائيتين الحركة والشكون كان الفنان الفوتوغرافي العالمي مراد الداغستاني خبيرا في تصوير الوجوه وخاصة الوجوه المتعبة كان يحس بهموم الناس وكان يعاني ما يعانيه الناس من شرف العيش أو من الحياة القاسية أو من النكبات والمشاكل التي كانت تعترض الموصل وكان يتوقف عند تصوير هذه اللحظة أو يقتنص اللحظة الأخرى كان مراد الداغستاني يتنقل بين شوارع وأزقة وطرق وشوارع الموصل كان دائما يقف عند حافة النهر كما قلنا ليلتقط هذه الصورة أو تلب كان مراد الداغستاني كما أراه واقعيا كان يؤمن بالمدرسة الواقعية وكانت صوره بالأسود والأبيض تنبئ عن الجذر التاريخي العميق لما كان يحسه ويشعر به كان مراد الداغستاني عضواً مؤسساً في الجمعية العراقية للتصوير فرع نينوة وكان يرعى هذه الجمعية مع الكثيرين من زملائه وخاصة الأستاذ نور الدين حسين وغيره من الأساتذة الفوتغرافيين الذين كانت تضج بهم الموصل وتعدادهم كما رأيت في سجل الجمعية العراقية للتصوير تقريباً ثلاثة آلاف مصور فوتغرافي كان مراد الداغستاني فاعلاً في الجمعية توفي رحمه الله في يوم سبعة وعشرين تموز سنة الف وتسعمية وأربعة وثمانين وشيعه أبناء الموصل إلى مثواه الأخير في مقبرة الكرامة وكان تشيعه مهيباً كان مراد الداغستاني بحق فناناً عراقياً وطنياً أصيلاً وإنساناً نبيلاً رحمه الله وأخترح أن يقام له تمثال في منطقة قريبة من الاستوديو الخاص به في مدخل شارع الدواسة فهو يستحق ذلك وأكثر شكراً لإصغائكم وإلى حلقة أخرى من برنامج موصليات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة